بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلب الأعزاء سنوات ثالثة ثنوي تقني رياضي إذن ما زلنا معكم مع تصحيح موضوع البكالوريا 2021 إذن وصلنا دائما في الموضوع الأول التمرين الرابع هذا إذن الجزء الأخير من التمرين الرابع وهو رسم المنحنة والسؤال الخامس نبدأ على بركة الله في رسم المنحنة إذن كيف نرسم المنحنة والمماس والمستقيم المقارب المائل إذن حبيت نخصص هذا الفيديو لرسم المنحنة لأن الكثير منكم يجي لرسم المنحنة رغم أنه يلقى جميع الخطوات يعني جميع الأسئلة صحيحة ولكن يجي للمنحنة يتعثر فيه إذن أول شيء سنكتب أولا أستحذر الجدول التغيرات التاعي لأن هناك قيمة حدية صغرى للمنحنة إذن أستحذر أيضا معادلة المقارب المائل اللي هي إجرك يساوي إكس زايد واحد وندير له جدول نعطي قيمة أصغر قيمة لإكس هي سفر إجرك تاعي رح تخلج لي واحد ثم قيمة أخرى نقص واحد نقص واحد زايد واحد سفر وقيمة ثالثة واحد إكس يساوي واحد إجرك يساوي ثنين ثم بعد ذلك عندي المماس عند الفاصلة ذات أو النقطة ذات الفاصلة الجذر خمسة وجذر خمسة هي اثنين فاصل اثنين واربعين والصورة التاحة هي واحد فاصل اربعة ثم أيضا عندي ألفة تاعي محصور بين واحد فاصل واحد وسبعين وواحد فاصل اثنين وسبعين أرسمت لكم المستقيم الدلتا لأنه سهل ليس هناك إشكال الآن نبدأ أولا من جدول التغيرات وش عندي؟ عندي عند إكس يساوي سفر لاحظوا معي صورته هو واحد زايد ثلاثة أول واحد زايد ثلاثة أول قتلكم قبل ذلك هو بالتقريب 9.15 إذا ننجي إلى 9.15 يجي بالتقريب في هذه عند محور الترتيب إذا المنحنة التاعية يبدأ من هذه النقطة ثم يتنازل 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 إلى غاية القيمة الحدية الصغرى لهي عند ألفة ألفة تاعي هنا بالتقريب عندي الوحدة هنا طبعا في معلم متعامد متجانس هنا واحد ألفة تاعية رح يقع بين واحد واثنين واحد فاصل واحد وسبعين واحد فاصل دين وسبعين ثم صورة ألفة هي أفلي ألفة لهي هو واحد وواحد فاصل واحد هنا نعلم أن عندي منحنة تاعي يجي هكذا إذا نتابع إذا يكون عندي قيمة حدية صغرى عند هذه النقطة ثم يجي المنحنة تاعي من هذه القيمة أو من هذه النقطة يجي يهبط يهبط غاية دالة تاعي متناقصة إلى غاية القيمة الحدية الصغرى ثم عندي مماس عند جذر خمسة جذر خمسة بتقريب 2.40 صورته هي واحد فاصل أربعة إذن هنا سيء واحد فاصل أربعة نعين النقطة ندير مماس تاعي لازم يكون موازي لمحور للمستقيم دالتا هنا فقط هنا مجال التعريف تاعي هو من سفر زيد ما نهاية إذن كل هذه رح استثنيه رح يكون عندي نصف مستقيم فقط إذن كل هذا الجزء رح استثنيه لأن المجال التعريف تاعي سفر زيد ما نهاية إذن مستقيم قريب التاعي نرسم نصف مستقيم فقط ثم عندي المماس رسمته بالتوازي مع المستقيم دالتا رح يكون بالتقريب هكذا ثم المنحنة التاعي قلت يجي الوضعية رح يكون المنحنة يتقاطع مع النقطة ذات الفاصلة واحد ثنين إذن يتقاطع المنحنة مع المستقيم دالتا عند هذه النقطة يكون فوق سي يكون فوق دالتا على سفر طبعا على المجال سفر زيد ما نهاية المنحنة يكون فوق هكذا ثم يجي تحت على المجال واحد زيد ما نهاية إذن كيف رح نرسم تبعوا فقط معي ممكن استعمال إلى جاكم صعيب نستعمل المسترة إذن حيلة فقط رح أصل بين لاحظوا معي هي واحد فاصل ثلاثة أوب المسترة استعملها هكذا إلى غاية نقطة التقاطع ثم نكمل بالقلم لاحظوا معي باش فقط يجيكم الرسم سهل لاحظوا معي نوجلكم شوية الورقة باش تنتبهوا كيفه إذن نبدأ على بركة الله الرسم تبدأ الرسم التعيجي من هذه النقطة نتبع الخط التعي طبعا المنحنة ليس بخط ولكن فقط باش يجيني أسهل نجي لغاية نقطة التقاطع اللي هي هذه إذن هكذا هكذا إلى غاية هذه النقطة ثم بعد هذه النقطة نجي لقيمة الحدية الصغرى التعي اللي هي هكذا ثم نعود شوية للورقة نديرها في مكانها ثم المنحنة التعية يمر من هذه النقطة اللي هي نقطة الماماس ثم يعاود يطلع إلى غاية المنحنة رح يكون يقارب المستقيم دلتا هكذا يقارب المستقيم دلتا في جوار سيد ماني هذا هو المنحنة سيد تاعي هكذا إذن نكتب سيد تاعي هو هذا المنحنة أتمنى فقط أن يكون واضح إذروني فقط هنا ما تبلكم بزاف لماذا لأن بين النقطة القيمة الصغرية والماماس رح قريبة جدا أتمنى فقط أن يكون واضح إذن هذا هو المنحنة سيد تاعي إذن هنا فقط ممكن نوضح المستقيم الماماس اللي هو هذا عند النقطة ذات القصيلات جدا الخمسة نتابع الجزء الأخير الجزء الأخير سؤال الخامس يقول الدالة العددية معرفة على المجال نقص من نهاية السفر بالعبارة التالية عشر يساوي نقص زيد واحد زيد نقص زيد ثلاثة بين قوسين جود أسية واحد زيد سي أش هو التمثيل البياني في المعلم السابق يقول السؤال أول تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي إيكس من المجال نقص من نهاية السفر فإن عبارة أشلي إيكس هي أف لناقص إيكس إذا كيف أتحقق لاحظوا معي رح أنطلق من هاد من نطلق من أشلي إيكس باش نلقا أف لناقص إيكس لن نلقاها لازم نلقاها أش عبارة أشلي إيكس عندي عبارة أفلي إيكس هي كالتالي إذن أفلي ناقص إيكس ونلقى إيكس نعوضه بنقص إيكس إذن تصبح العبارة أفلي ناقص إيكس تساوي ناقص إيكس زيد واحد ونلقى إيكس نعوضه بنقص إذن ناقص نفتح قوسين ناقص إيكس كل مربع نقص 2 نفتح قوس نقص X زي 3 في أسية 1 نقص نقص X إذن أفلي نقص X مبسط هذه العبارة نقص X زي 1 هنا نقص نقص X لكل مربع X مربع نقص 2 في نقص X زي 2 X زي 3 في أسية 1 زي X وهذه العبارة ما هي إلا عبارة 20X إذن من أجل كل X ينتمي إلى نقص ما نهاية 0 F لنقص X تساوي 10X آخر سؤال يقول إشرح كيف يمكن رسم CH انطلاقا من C وهو منحنا الدالة F ثم رسمه وشنا وش عدنا؟ عدنا 10X تساوي F لنقص X من أجل كل عدد حقيقة X ينتمي إلى نقص ما نهاية 0 إذن كيف نشرح لكم كيف نلقا طريقة ترسم CH هذا الدالة ما هي إلا الدالة H هي تركيب الدالة F مع نقص X لاحظوا معي هي تركيب دالتين لاحظوا H نبدأ من مجموعة التعريف اللي هي نقص ما نهاية 0 عدنا لكل X كيف نلقا عبارة X لX؟ هي كل X أولا نلقا نقص X مثلا نسميها الدالة هذه الدالة U الدالة U يعني تحول أو نلقا كل X صورته نقص X ثم بالدالة F رح يكون نقص X صورته بالدالة F هو F لنقص X إذن وبالتالي تصبح H هو تركيب دالتين إذن كيف نلقا الصور أو كيف نلقا رسم المنحنة لاحظوا معي باش نشرح لكم أكثر مثلا يكون ندي نقص ألفا في المجال نقص ما نهاية ألفا رح يكون نقص ألفا صورته أولا نشوف نقص X بالدالة U رح يكون نقص في نقص ألفا يولي لزاية ألفا صورة الألفا بالدالة F رح يكون F لألفا وبالتالي السوابق متعاكسة ممكن هنا أولا نكتب الدالة H هو تركيب الدالة F و E إذن قلت الدالة H هي تركيب دالتين F و E طبعا السوابق متعاكسة لكل X نشوف لها نقص X أما الصور متساوية هنا في هذه الحالة نقول يمكن نرسم CH انطلاقا من C بالتناظر لمحور التراتيب كيف ذلك؟ حسنا نجي للمنحنة C إذن هذا هو المنحنة C وش رح ندير؟ رح نرسم هذا المنحنة بالتناظر مع محور التراتيب نبدأ بالنقطة هذه اللي هي 0 1 زي 3 رح تبقى نفسها ما تتغيرش لأنها على محور التراتيب نقول عليها نقطة سامدة إذن منحنة تعي رح يبدأ من هذه النقطة ثم رح ندير نظيرة مثلا 1-2 أين يتقطع مع معدلة الماماس؟ لاحظوا معي 1-2 رح يكون ناقص 1-2 رح يتقطع هنا ثم نرسم معدلة الماماس؟ عفوا معدلة المستقيم المقارب للمائل ندير له ناظر تاعه لاحظوا معي كيف ندير ناظر إذن قلت لكم ناظر دلتا بالنسبة لمحور التراتيب رح يكون دلتا فتحة الذي معدلته هنا عكس فقط للإكس إغرق يساوي ناقص إكس زيد 1 إذن متقيام من أجل إكس يساوي 0 إغرق رح تولي لي 1 من أجل إكس يساوي ناقص 1 أعود ناقص 1 في ناقص 1 زيد 1 زيد 2 زيد 2 إذن ندير النقطتين إذن نبدأ بـ 0 1 لاحظوا معي الناظر تاعي تاعد الألتا 0 1 سيمر من هذه النقطة ثم النقطة الثانية ناقص 1 ثانين إذن سيمر مرة أخرى من هذه النقطة إذن نصل بين النقطة هذه والنقطة هذه إذن نحن نلقى نظير المستقيم المقالب إذن بعدما نرسمنا نظير المستقيم المقالب المائل الآن دير نظير هذه النقطة هنا عندي ألفة وأفلي ألفة أتولي لي نقص ألفة نقص 1.72 أو بين نقص 1.72 ونقص 1.72 هنا الصورة تبقى نفسها أفلي ألفة أتحلي النقطة هنا هنا قيمة دي صغر إذن منحة نتاعي أيضا يقطع عند نقص 1.2 نقص 1.2 إذن لاحظوا معي ثم يجي يهبط حتى القيمة الحدية الصغرى ثم من الحلق قيمة الحدية الصغرى يجي مقارب للمستقيم المقارب المائل أعذروني فقط هذا هو رسم المنحنى سي أش أتمنى فقط أن يكون واضح إذن أقول لكم في الأخير بالتوفيق للجميع إلى الملتقى إن شاء الله مع حل الموضوع الثاني بإذن الرحمن ترجمة نانسي قنقر